بعد حصوله على وديعة مالية من الإمارات والسعودية أعلن بنك السودان المركزي أنه سيبدأ ضخ مبالغ مالية من النقد الأجنبي في البنوك عمليات ضخ النقد ستستمر خلال الأسابيع الثلاث المقبلة بمعدلات مقدرة لمواجهة الطلب على الدولار ولضمان إزالة الاختلالات والتغييرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إلى السوق ولم يفسح المركزي السوداني عن كمية النقد التي سيضخها ولا عن حجم الودائع التي تلقاها لكنه شدد على الاستمرار في سياسته الإصلاحية التي تسعى لخفض التضخم وتشجيع الصادرات واستقرار النظام المصرفي وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة النقدية إصلاحية مستدامة بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد النقدية من العمولات الأجنبية